بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني طبعا ويشرفني اني اقدم حضراتكم النهاردة معنا الدكتور اسلام محمد احمد سلام هو استاذ بالمركز القومي اللي بخوث المياه بمصر وخبير الموارد المائية بهيئة البيئة بابو وحاصل على باكالوريوس الهندسة والماجستير والدكتوراه في مجال الموارد من جامعة عين شمس له العديد من المقالات البحثية والاوراق البحثية في عدد كبير من المجلات العلمية والعالمية وحاصل على جائزة الدانة كافضل موظف تقني بهيئة البيئة ابو ظب وعدد اخر من شهادات التكريم والتقدير من جهات مختلفة له العديد من الخبرات الفنية والبحثية التي تراكمت لديه اثناء مسيراته الوظيفية الاكثر من ثلاثون عاما في مصر والسعودية والامارات والليبيا ويرى بان النهضة الحقيقية لابد ان تؤسس على مهضة تقنية وفنية متخصصة تكون قادرة على تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات وعلى ضرورة نقل الخبرات للكوادر الوغنية ومن ايمانه بضرورة الوعي المائي في منطقة تعاني من الشح المائي وتعيش ازمة مائية حقيقية اطلق مشروعه الخاص الوعي المائي منذ عام 2012 ونشر من خلاله اربع كتب متخصصة في مجال المياه واطلق موقع الالكترونية متخصص في الموارد المائية ويقدم استشارات مجانية للقراء والمتابعين متشرف جدا بحضرتك وان شاء الله هتكون محاضرة ممتعة بسم الله الرحمن الرحيم اولا بشكر السادة المنظمين على مجهودهم بام عربية وان شاء الله نتكلم النهاردة في اه نتكلم عن الموارد المائية المصرية الواقع والتحديات والانوان ده بيتكرر كتير ولكن احنا النهاردة هنشوف ايه بالزبط اللي هي الواقع الموارد المائية كموارد عندنا والتحديات الاستخدام هو دايما المصادر واقع والتحديات دايما في الاستخدام والذات الدول اللي بتعتمد على الموارد الطبيعية كاهتماد كل شبه كل يعني فهنبدأ ان شاء الله المحاضرة نشوف بس اه اولا هنتكلم مقدمة عن الموارد العزبة وضره في التنمية بصفة عامة في العالم كله وبعدين نبدأ ندخل على آآ مصر ان شاء الله آآ المية العزبة ندرة جدا على الكوكب الارض لو افترضنا ان كمية المية اللي على الارض اللي هي آآ مية في المية فزي ما احنا شايفين الماء المالح اللي هو في المهضات بيمثل سبعة وتسعين في المية من هذه القيمة الماء العزب اللي موجود على الكرة الارضية كله لا يتجاوز ثلاثة في المية مش هي دي بس المشكلة ان هو تلاتة في المية من كمية المية اللي موجودة في الكرة الارضية ولكن المشكلة الاكبر ان تمانية وستين وسبعة من عشرة من هذا الماء موجود في الجليد طب هي دي برضو المشكلة لا مش هي المشكلة برضو المشكلة ان تلاتين واحد من عشرة في المية من هذه من هذه التلاتة في المية العزبة موجودة في الماء الجوفية تخيل حضرتك المتبقي لنا آآ التسعة من عشرة في من كل المية العذبة اللي في الكرة الارضية اللي البشر عايشين عليهم. الجزء ده منه لو جمعها السبنة تاني هنلاقي البحيرات فيها سبعة وتمانين في المية البحيرات العذبة زي فيكتوريا وتانا والبحيرات موجودة في العالم كله. واحداشر في المية في المستنقعات والمناطق الردبة والانهار بس بيسير فيها اتنين في المية. فالمية العذبة نادرة جدا. مورد نادر جدا. طيب في البنك الدولي من فترات طويلة قسم الفقر الماء او قسم المستويات كل دا كل مستوى من التوافر المية المتجددة اللي هي مية الامطار المية المتجددة فقط. لما كان بيقسمها على عدد سكان بيدينا رقم. يعني مصر يوم كانت خمسة وخمسين مليون وكان المية المتجددة اللي بتيجي مصر عن طريق الانهار خمسة وخمسين مليار فكنا بنقسمهم بيطلع النافق ألف. ألف ده البنك الدولي حقه حد الفقر المائي. يعني الدول اللي بينصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة أكتر من ألف. خلاص الدول تعتبر عندها اكتفاء مائي. الدول اللي هي ألف هي وصلت لحد الفقر المائي. الدول اللي قال لي من ألف كلها بتعاني. بس لغاية من ألف لغاية خمسمية بيسموه حد الشح حد الشح المائي. طب إذا نزل ألف من خمسمية بيسموه الشح المطلق. إحنا حاليا عدد سكاننا وصل مية اتنين مية وتلاتة. فإذا سمنا الخمسة وخمسين مليار برضو لأنهم دول الماء المتجددة اللي تيجي مصر لا بنتكلمش عن الماء الجوفية ولا عادة استخدام ولا التحليل. المقياس ده والمؤشر ده حطوا البنك الدولي يعتمد على المياه المتجددة فقط. فلو أسمنا الخمسة وخمسين مليار على المية واثنين يعني يوم ما نوصل عدد سكاننا مية وعشرة هنبقى وصلنا المحرارة الشح المطلق. ده واقع الموارد المائية المتاحة لدينا. بغض النظر عن أي مشاكل. عن أي مشاكل خالص في الاستخدام. مشاكل داخلية. مشاكل خارجية. مشاكل سوء استخدام. مشاكل سوء توزيع. إحنا عندنا مشكلة في نصيب الفرض من المياه المتجددة. يعني إحنا يوم ما يبقى عدد سكان مية وعشرة هو قرأت بعد ثلاثة واربع سنين سن الخمسة وخمسين على مية وعشرة هطلع خمسمية كده وصلنا للشح المطلق. الدول اللي معمولة باللون البوني موجودة بحضرتك في الماب الماب الموجودة دي. دي كلها عندها شح ومطلق. إحنا لسه عندنا في مرحلة الشح اللي هي من ألف لخمسمية نصيب الفرض من الموارد المائية المتجددة في السنة. يبقى حد الفخر المائة ألف وكل ما بنلاعن ألف بنوصل مرحلة الشح إلى ما نوصل لغاية الشح المطلق. فدي من المشاكل الرئاسية الأساسية يعني. مغض النظر عيه حاجة تانية. إيه بقى اللي بيتحكم في ندرة المورد هو المورد أصلا في الطبيعة نادر. في حاجات تانية بتعمل ستريس عليه. بتعمل ضغوط على المورد نفسه رغم أنه نادر. أول شيء بيعمل عدد سكان زي ما نشوفنا. يوم ما كنا خمسة وخمسين مليار كان عندنا ألف. ما كناش بنعاني أي مشكلة مائية. ما كناش بنستورد أي غزاء. النهاردة ما بينا مئة وعشرة أو هنوصل مئة وعشرة هنوصل لغاية الحد الشح المائي. وبالتالي نحتاج استيراد منتجات يدخل الماء في إنتاجها. وليزي القمح والزيوت واللحوم. التوسط الحضري طبعا مع كل التوسط حضري أكيد بيحصل ضغوط على المورد اللي هو المورد الغير كافي أصلا. طب ان احنا ننشد الأمن الغذائي. أي بلد عاوزة تنشد الأمن الغذائي لازم تحتاج إلى كمنيات ماء إغضافية. المطل استهلاك في أي مجال. إذا قلنا في الزراعة في ناس بتروي بطرق حديثة. في ناس بتروي بطرق متوسطة تقنية. في ناس بتروي بطرق تقليدية أو طرق الغمر أو طرق غر رشيدة. النمول اقتصادي. النمول اقتصادي في حد ذاته بيشمل كل مجالات الحياة اللي بتحتاج مية. الصناعة بتحتاج جزء كبير من مية العالم. طيب دي معلومات اللي بتتعرضها الشاشة معلومات ان تمنمية وسبعين مليون شخص في العالم بيعانوا من نقص مية مستمر وان الزراعة هي اكبر مستخدم للمياه بيتمثل سبعين في المية وطبعا لو احنا عاوزين الامن للغذاء في سنة عشرين خمسين مع زيادة السكانية هنحتاج لزيادة الغذاء او زيادة الزراعة بنسبة ستين في المية وبالتالي هنحتاج كمية مية اضافية. طبعا من المشاكل برضو التلوث. يعني احنا انه تحديات السكان. فيه تحدي رهيب جدا التلوث. انت ازا عندك المصدر متوفر وملوث مالوش لازمة. فتسعين في المية من الناس صرفي في البلدان النامية بتترمي اصلا او بتطلق في المجاري المائية. يعني هي ملوثة وبتلوث المجاري المائية الموجودة. طبعا انتاج المحاصيل بتستهلك كتير من المية طبعا بتأدي لزي استخدمنا المية الجوفية اساسا واستهلكناها في الزراعة وبانتاج غير رشيد هنستنزف الخزانات الجوفية اللي هي في معظم الكرة الارضية المية الجوفية مصدر غير متجدد مناطق صغيرة جدا في العالم وهنعرف بعد كده اللي هي فيها الخزان الجوفي متجدد هنتكلم بقى عن الموارد المائية المصرية. انا النهاردة هركز على قطاع الشرب شوية لان قطاع مائة الشرب هو قطاع هيحتاج موارد مائية في الفترة اللي جاك كبيرة جدا ازا اتبرنا ان مليار واحد مليون واحد من السكان بيحتاج يشرب مئة الف في السنة او بيحتاج يشرب مليار في السنة اللي هي استخدامات منزلية وي 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 فهيبقى فيه استرس او فيه ضغط جمد على الموارد المائية لقطاع الشرب مش قطاع الزراعة فعنا نركز بس على قطاع المئة الشرب من النار الاول نعرف الموارد المائية المتاحة في مصر الموارد المائية المتاحة اللي بتستخدم مش هما خمسة وخمسين مليار بتوع النيل بس احنا عندنا مياه جوفية في الصحراء اللي هي في الصحراء الغربية انا هتكلم برضا الخزيات المائية الجوفية بسرعة بس بعد ما اثرت الموارد المتاحة اللي متاحة في مصر مية جوفية من وقف ودي النيل وفي الدلتا حوالي ستة واحد من عشرة مليار هي زادت دلوقتي حوالي نصف مليار السحب يعني وفيه اعادة استخدام مياه الصرف المعالج وصلت لتناشر مليار دلوقتي كانت تسعة وسبعة من عشرة الاحصادية الفين وخمستاشر وبالتالي هيكون مجموعة المية اللي عندنا كلها متاحة حوالي تمانين مليار بالوقتي احنا عندنا خمسة وخمسين مليار ونص تقريبا مية جوفية بناخد حوالي تسعة مليار او تمانية ونصف مليار بناخد حوالي اتناشر مليار بنعيد استخدام مية الصرف الزراعي ودي اعلى نسبة اعادة استخدام مية صرف الزراعي على مستوى العالم كله يعني احنا بنهايد تقريبا لو احنا قلنا اتناشر او او اكتر من اتناشر نسمع على الخمسة وخمسين تقريبا بنهايد ربا المية اللي بتجي لنا مرة تانية اعادة استخدامه. طبعا فيه مية صرف الصحي المعالجة بنشتغل بجزء منها برضو بنائده. وفيه مية الامطار وفيه التحلية قطاع واعد هيحسن جزء في معادلة الاحتياجات السكانية. الاستخدام طبعا عندنا الزراعة ستين في المية. الصناع والسكان والملاحة بتستهلك حوالي خمستاشر في المية. الاستخدامات الاخرى اللي اتنين من ستة من عشرة استخدامات آآ بيئية. هو نتكلم برضو باي يعني. نيجي الاول بنرجع بقى الى الجزء بتاع المية الجوفية. آآ مصر فيها خمس خزنات آآ مية جوفية او ست انواع. نقول ست انواع. لو طورنا الخزان الجرانيتي خزان. اول عندنا اول خزان بيسموه خزان الوادي والدلت. الخزان ده ماشي مع النيل وماشي مع دلتة النيل تحتهم. الخزان ده متجدد. متجدد يعني ايه? يعني المية بتتجدد على طول. الناس تسحف المية تيجي غيرها من الترع والقنوات المائية ومن الزراعة نفسها. اما بيروي الزراعة جزء النبات بياخده وجزء بينزل فبيكون الخزان اللي هو خزان اللي هو دي والدلتة. الخزان ده متجدد وبعض الناس بتحطه في معادلة الاتزان الماء المصر كجزء من مية النيل ما هو مية النيل بتنزل وبترجع انت تستخدمها تاني. آآ في خزان كبير جدا في الصحراء الغربية اسمه خزان الحجر رامل النوم. الخزان كبير وميته حلوة بس في حاجة اسمها لوكاليتي او بيسموها التأثير المحلي للسحر. بمعنى لو انت جيت تعمل استثمارات المنطقة معانا وسحبت جامد بيحصل او وبوط في مناسيب المية واستعادة المناسيب دي بتيجي بعد فترة زمنية طويلة. وبالتالي وهو خزان غير متجدد. وكل متر بيتسحب منه ما بيتعوضش فيه مرة تانية. والاساس فيه ان انت لو سحبت تحت مناسيب منخفضة هتصرف كتير على الضخ وبالتالي هتبقى المية غير اقتصادية ان انت تزرع بها زراعات تقليدية عادية. هتخسر يعني. آآ عندنا دول تلات خزانات تقريبا اللي هنتكلمت فيهم عندنا خزان حجر الجيري. الخزان حجر الجيري ده برضو على اطراف النيل. بعد النيل اللي هو الهضبات. الهضب. الهضبة نفسها. وفي السحل الشمالي موجود منه. بعدين عندنا الخزانات سحليها خزانات صغيرة جدا على السواحل البحر الاحمر. وعلى سواحل البحر المتواصل. والخزانات دي غير اقتصادية. يعني خزانات بس بياخدوا منها العرب او السكان المحالين زي ما بيقولوا بعض المية. لكن مش وعدة يعني. وبتيجي تغذيتها من الامطار. وعندنا خزان اسمه خزان المغرى. اللي هو خزان في منطقة منخفض القطارة. هو خزان فيه ميئة. بس ميته ملحة شوية. وما بتناسبش كل نوع الزراعات. الناس بزراعات معينة. ده الجزء عشان المية الجوفية بس يعني عندنا ايه ايه الموارد المية المتاحة من المية الجوفية بمصر. نتكلم هنا عن المصادر المية المنزلية في مصر. مصر فيها تلات انواع من المية بيجوا في اي بيت على مستوى المحافظات. الجزء اللي انت شايفينه بالاخبار ده ده كلها محافظات بتعتمد على المية المية النيل. يعني لو قلنا المحافظة القاهرة مية في المية من استهلاكها للمية مية النيل. ما فهاش لا تحلية ولا فهاش مية جوفية. يعني ما فهاش مية تحلية بتوصل الديوت ولا فهاش مية جوفية. اول محاقم اول محافظة هتلاقي المية الجوفية ظهرة فيها عندنا هنا هتلاقي الدقة الهلية. لو انت بصت على الدقة الهلية هتلاقي فيه نسبة صغيرة من الابار. طبعا فيه الشرقية فيها برضو بتستخدم قبار ومية نين. يعني مية جوا فيها. القليوبية. نرجع تاني الى كفر الشيخ ما فيهاش مية قبار بالضخف وحطاته الشرب. هنلاقي الغربية فيها جزء. هنلاقي المينوفية فيها جزء. وبعدين نرجع للبحيرة فيها جزء صغير. وبعدين نرجع على اقصى يمين الشارت ده. هنلاقي فيه ان سينة جنوب سينة فيها مية تحلية. هنلاقي ان شمال سينة فيها مية تحلية. هنلاقي محافظة البحر الاحمر فيها مية تحلية. وفيه محافظة مطروحة دلوقتي فيها مية تحليل موجودة فيها جزء مية جوفية بقى دي مصادر مية الشرب في البيوت طيب الشرط ده او الرسم البياني ده يعني مهم جدا 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 لو قلنا ان اللون الازرق هو يعني كله محافظة كمية المية المتاحة فيها وكمية المستخدمة وكمية الغير مستخدمة او الفواقد بس هما هنا بيسموهم مش فواقد يعني هو فعلا اسمه الانبيلد او الغير مفوتر يعني دي كمية البيان ده سنة 2017 ممكن يكونه تغير بس تغير مش هيل اجمير قوي يعني لاقي فيه اجزاء من المية من الشبكة يبتهمل او بتصرق غير مفوترة او تسريبات بس الجزء غير مفوتر كبير فعشان كده بيطلقوا عليه الغير مفوترة مش لوسيز او مش فواقد طبعا كميات كبيرة جدا يعني تلاقي بتوصل 30% في بعض المحافظات زي بول سعيد الكمية الغير مفوترة اكتر من الكمية المفوترة هي والسويس ده طبعا من جهاز مركز التعباق والاحصاء هما اللي نشرين قسمت فيه دراسة كنت عاملها كنت مقسم فيها المحافظات طبعا على نوع استخدامها من المية ومصادرها فالمحافظات اللي باينها باللون البرتقالي دي هتلاقيها اللي هي المحافظات اللي بتستخدم المية الجوفية ومش محافظات ساحلية وفيه محافظات تانية اللي باللون التاني ده الموف ده بتستخدم المية الجوفية وبتستخدم مية النيل والمحافظات اللي هي الخضرة بتستخدم مية نيل زائد مية التحلية زائد بعض المية الجوفية طيب احنا متطلباتنا بقى يعني لو فضلنا كده لغاية 2040 احنا بنستهلك النهاردة في مصر 20-21 حوالي 10 او 11 مليار تابع برضو الجهاز المركزي التعبير لو فضل عدد السكان يزيد احنا محتاجين سنة 2040 محتاجين حوالي 15 مليار يعني محتاجين 5 مليار زيادة 5 مليار متر مكعب سنوي زيادة عشان مجابة مياه الشرب فقط مش بنتكلمش عن الزراعة ولا على الامن الغذائي ولا الغذاء اذا فضلت المعادلة السكانية اللي هي 2.3 من 10 او 2.5 من 100% زي مكتوب تحت ومشينا بمعادلة الاستهلاك العادي اللي هو كل فرد بيستخدم حوالي 100 متر مكعب في السنة اللي هي تقريبا 180 لتر في اليوم اذا ما كانش فيه ترشيد وازا ما قلش الفاقد وازا المحافظات اللي فيها الغير مفاوتر لازم يتزبط هيبقى فيه مشكلة رهيبة جدا بعد 20 سنة فيه مشكلة مية الشرب مشكلة مية الشرب هنحتاج 5 مليار 5 مليار ده رقم ضخم جدا شوفوا اللي احنا عادين بنتكلم في التأثيرات اللي هتحصل مثلا من سات المهطة او بتحصل من حاجات تانية التأثيرات احنا بنتكلم هنا على 5 مليار احتجاج شرب فقط مش غزاء خلال 20 سنة اللي جايين وده رقم مهول اذا قدرنا او اذا قدرت الدولة ان شاء الله توفره او توفر جزء كبير منه للمحافظات الساحلية او اللي قريبة من الساحل من مية التحليه هيكون انجاز عظيم جدا طبعا دي كلها اللي عاوز المحاضرة ممكن نبقى ننشر المحاضرة في الموقع يعني دي كلها تحليلات احتياجات كل محافظة على حدا من كل نوع من انواق المية في خلال الفترات اللي جاية لغاية 40 سنة طبعا فيها ارقام وفيها تحليلات فازة حد عاوزها ان شاء الله مدين فلنشورها مفيش مشكلة اه يعني ده متطلبات الاستخدامات المنزلية المستقبلية المحافظات الساحلية النيلية المحافظات الساحلية النيلية المحافظات اللي على الساحل وبتاخد مية مية нيلية يعني عندنا محافظة مرسل مطروح وصل الله خط المحافظة tanks محافظة الرحمة الوصل الخاص فاحتياجاتها كل المحافظات داي مفروض كل احتياجاتها بمذبط احمد مية في المية تدبر في خلال السنوات اللي جاية من مية التحلية يعني محافظة زي ما تروح عشان تنقل مية النيل والضخ مية النيل لغاية مطروح التحلية تبقى اقتصادية ان شاء الله انهم يستخدون مية برضو جنوب سينة وشمال طبعا في برضو نيلية غير ساحلية دي برضو بتاخد على النيل دي كل مفروض المستقبل فيها او نشتغل على ناخد المية الجوفية حتى الملحة ونحليها وبالتحلية ونعيد او نستخدمها لتلبية متطلبات مية الشرخ خلال 20 سنة اللي جايين لان ما فيش فرصة ان احنا ناخد من مية النيل هي معرضة لايجاد اصلا ايجاد الامن الغذائي وايجاد ان انت تزرع اكتر عشان عدد السكان اللي بيزيد واجهدات خارجية بسبب سد الماء داخل طيب في بعض المفاهيم المستحدثة اللي ظهرت في الوقت الحالي يعني متكلم دلوقتي عن حاجة اسمها البصمة المائية بنتكلم عن حاجة اسمها المياه الافتراضية عن تجارة المياه الافتراضية بنتكلم عن رابطة المياه والغزا والطاقة في بعض المصطلحات هي وجدوها او انتشرت هي بتقرب المعادلة المائية للزهن اكتر وبتخلي كلها دي بيستراتيجيات انا ممكن استورد بعض المواد اللي بتستهلك مياه غالية وازرع بعض المحاصيل اللي خدمتها اقتصادية عالية لان القموح هي غير اقتصادية في اي دولة بتتروي اي دولة بتروي القمح هو غير اقتصادي طالما بتروي بتعندها ترومبا وبتروي في الغيط او بتروي في الحقل القمح بيطلع غير اقتصادية الدول اللي القمح فيها محصول اقتصادي هي الدول اللي بتزرع القمح على المطر القمح اقتصادي في الدول فقط اللي بتزرعها على الامطار وطبعا هو ده اغلب محصول العالم من القموح هو على الامطار يمكن مصر والهند وبعض البلاد هم اللي بيروبوا الامت طيب هي ايه البصمة المائية البصمة المائية هي يعني منتج معين مثلا بنفرض مثلا اللي هو الفنجان قهوة مثلا عشان نقرب القصة فنجان القهوة ده اي حد فينا فكر هو بيستهلك ماد كل الناس يعني بصورة عفوية وسريعة يقولك ده هو مثلا 200 لتر مية 200 ميلي مية او 150 لا الفنجان القهوة اكتر من 127 لتر عشان تاخد معلقة البن علشان الشجرة تتروي وتنتج معلقة بن خدت 127 لتر على كل معلقة بن هي دي البصمة المائية يعني الكلو الامح خد 2000 لتر مية عشان ينتج وكيلو اللحوم 16 ألف لتر مية عشان تطلع كيلو اللحوم يعني إذا فيه ماشية بتروح تزرع أنت الأعلاف وتروي الأعلاف وبعد كده تديها الأعلاف هو تنتج تنتج لحوم اللحوم من السلع اللي بصمتها المائية عالية جدا اللحوم والزيوت والمحاصيل الزيتية والدهون بصفة عامة كلها محاصيل أو منتجات ذات بصمة مائية عالية وبالتالي لما بنفهم القصة البصمة المائية ممكن نشتغل على منتجات بصمتها المائية منخفضة وقمتها الإقصادية عالية طالما إحنا ما عندناش مية بوفرة وما عندناش مية أمطار الدول اللي عندها مية أمطار ممكن تستفيد استفادة قصة بمية الأمطار بأنها تزرع برضو وتصدر المية الأمطار اللي مش يقدروا يخزنوها غير في البضايع كمية افتراضية طبعا هم قسموا البصمة إلى بصمة زرقاء وبصمة خضراء وبصمة رمضية البصمة الزرقاء هي المائية العالية اللي تمشي في النهر كل المنتجات اللي بتنتج على مية النهر أو مية جوفية بتبقى بصمتها زرقاء كل المنتجات اللي بتنتج على الأمطار سواء حيوانات أو مواشي أو قموح أو خلافو أو زراعات استوائية أو جي كل معظم بصمتها بتبقى خضراء لأنها جات من المطر المطر نزل لو ما استفدوش من المطر المطر بيروح ويتبقر وينزل في القاة الأرض وبالتالي كل منتج بيطلع أو بصمته خضراء في البصمة الميار ومضاية مواققة جدا لأنها دي بتاعتمد إذا أنت زرعت وحطيت كماوي وأسمدة فأنت بعد ما بتاخد المحصول بيفضل بواقي من الكميات من الأسمدة والمبيدات بتحتاج كمية مية لغسيل الأرض بعد ما بتزرع وتخلص وبالتالي مش بس زرع زي كل مصر كل مصر بتستخدم لأن احنا خلاص عندنا الأرض ما فيهاش أي غزة فبنستخدم أسمدة وبنستخدم مبيدات عشان الأوبئة وعشان الحاجات اللي بتصيب المزرعات وبالتالي بعد ما بنشير المحصول الأرض بتحتاج لكمية مية إضافية عشان تقدر ترجعها إلى طبيعتها أو معدلات التلوث كان البيئة المحيطة مش أعلى من البيئة المحيطة وبالتالي دي مفروض تضاف على كل مناطق بتزرع زراعات غير عضوية طبعا الشكل ده تشوفوا كل سلعة البصمة المية لزي الرز مثلا الكيلو وكيلو البيئة بخمستاشر ألف وربو مية والليتر بألف لتر مية طبعا البير أوب تلتمية كيلو أطن واحد عشر تلاف يعني البنطلون له بصمة طبعا برضو نفس الأرقام في أرقام يا معقدة أنا فيه كتاب برضو ممكن أمشوره كتاب البصمة المائية البصمة المائية لمصر فإن شاء الله أنا هنزله لحضراتكم إن شاء الله طبعا دي كلها أرقام للبصمة المائية في مصر نفس القصة كل ده موجود إن شاء الله برضو أبعط لكم لينك الكتاب لأن كل دي تفصيلات في نوع البصمة داخلية أو خارجية مستوردة أو مصدرة لأن طبعا كل المنتجات اللي تمصدرها إحنا استهلكنا علىها مية فبتبقى بصمة المائية للمواد المستوردة أو البصمة المائية للمواد المصدرة فهي الكتاب فيه أرقام كتير جدا فهبعت اللينك برضو أو بديئة فايل إن شاء الله نشوره طبعا المية الافتراضية المية الافتراضية هي كمية المية اللي أنت بتصدرها وتستوردها يعني كل بصمة يعني أنت تجمع كمية منتجات وتحط البصمة المائية وتصدر يبقى أنت صدرت مية افتراضية أو تستورد يبقى أنت استوردت مية افتراضية طبعا أول واحد اعتمد مبدأ المية الافتراضية في الكرة الأرضية كلها أو في التاريخ هو سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يوسف توافر ليه كمية مية جبيرة جدا في سنوات اللي فيها سنوات الوافرة هو ما كانش يقدر يبني خزانات يشيل المية وبالتالي اعتمد مبدأ المية الافتراضية اللي احنا شغالين عليه وبقى يعني زي طلع كاتجاه جديد هو زرع وشال المنتجات على هيئة أو شال المية على هيئة أمح لكنه بالضبط خزن المية لسبع سنين وهي ده مفهوم المية الافتراضية بيظهر من المثال ده طبعا كل البيانات ديت إن شاء الله هحطها لكم برضو مع الكتاب فيه بقى معلومات شوية معلومات كده مهمين جدا ناتج كتاب أو تحليل البصمة المية المصر إن خمسة في المية من المأكودات والمستهلكات اللي احنا بنفقدها كل يوم في أكلنا للأسر المصرية كاملة حوالي اتنين واربعة من عشرة مليار متر مكاعد اللي هي معلقة زيت شوية رز شوية عيش كل دول مية إذا احنا رميناهم فبالتالي إحنا بنفقد كميات كبيرة جدا مع أي إهضار المارض الغذائية بجزء تاني بقى إن إحنا عندنا فقط تخزين المحاصيل الاستراتيجية عالي جدا من عشرة في المية والفرق ده عالي جدا العشرة في المية دول يعني إنك بتستهلك أو بتفقد عشرة في المية من كمية المية اللي عندك طبعا دي بارد جدول فيه الكميات وكل حاجة بكام رابطة الغذاء والماء والطاقة هي رابطة يعني عملوها حديث للدول الغنية اللي هي تقدر تحول الطاقة اللي عندها طاقة شمسية أو طاقة بترول أو أي طاقة على إنتاج المية وبالتالي إنتاج الغذاء وبالتالي دلوقتي مش ممكن نطبع عليه معيار الأمم المتحدة بتاع الألف متر وهي فقر مائي لأنها خلاص هي مش فقر مائي فعلا هي عندها ماء مال وعندها طاقة وبالتالي عم أنتاجة مية زي الدول تعتمد على التحليه في تلبيط متطلبات المائية شكرا لحضراتكم وإن شاء الله انتظار أي أسئلة وفي سؤال دكتور بيقول هو إيه مقترحات حضرتك للمشاكل دي داخل مصر أو هل مثلا فيه يعني فيه مصار المفروض بنمشي فيه مصار معين محدد يعني هو بغض النظر عن التأثيرات الخارجية وصد النقضة وأننا نعتبر موضوع سياسي نكمل في بيئة القصة عندنا ده داخليا في مصر احنا هنتكلم في نقول مشكلة زيادة السكان دي مشكلة رهيبة عاوزين نشوف لها حال يعني بعيدا عن أي شيء الأول نمرة اتنين لازم أنا شاهد من وقت نظري أن مشكلة الزراعة في مصر مشكلة أرض من وقت نظري أكبر مشكلة في مصر مشكلة تفاتي الملكية بغض النظر عن أي حاجة في المياه أو أي حاجة في أي شيء مشكلة مصر الحقيقية أن الناس انصرفت عن الزراعة أن المستهلك الرئيسي في المياه ما بقاش موجود أن الزراعة بقت بار طايل بيناش محترفين زراعة وبالتالي حل مشكلة تفاتي الملكية وعودة الزراعة للوجهة مرة تانية هيقدي لتوفير المياه بمعنى أننا لو أنا ممتهن الزراعة ومصدر دخلي واختصادية لازم أوفر الميا وأدبر المياه لكن مشكلة تفاتي الملكية أول مشكلة لها تأثير على قطاع المياه كله مشكلة قصد التفاتي الملكية لازم كل القرى المصرية تتحول لشركات مساهمة بالنسبة الأرض لو استننا عشرين سنة هيبقى كل واحد يملك في الريف المصري نص إراث طرابة إراث مش هيزرعه كمية القنوات المائية وكمية البتون لو حد شايف الزراعة وبيزرع كمية البتون بتمثل عشر من عشر خمستاشر في مساحة الأرض في الأراضي الأديمة في المنوفية والغربية والدحيرة والكلام تلاقي الناس كلها إراث إراث نص إراث 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 ما بقاش اللي عنده في الدندا مش موجود دلوقت وبالتالي إزاها نزرع فلازم تتعمل شركات مساهمة بتشريع تشريع قوي وسريع يخلي الشركات كل القرى تبقى شركة مساهمة زراعية كل واحد يخش بسهم ولا تفتط الأرض ولا توزع ولا تقسم وتبقى الشركة أنت لك سهم فيها بيجيب لك رياه في آخر السنة لو ما تعملتش كده إن شاء الله بعد عشرين سنة مش هنلاقي ولا أي حاجة نزراعها ومش تبقى المشكلة مشكلة مياه تبقى المشكلة مشكلة أرض زراعية نزرع دي نمرة واحد نمرة اتنين اللي لازم تعمل منظومة تسويق للمنتجات الزراعية حتى في الوقت الحالي إحنا في أوقات نرمي المواد وفي أوقات تانية يعني سعارها تغلب بالسبب اللي هما الوسطاء لازم يكون فيه منظومة زكية يكون الانتاج قريب من مناطق الاستهلاك ما نروحش ننتج الخيار في الوادي الجديد وننقله ألف كيلو عشان نستخدمه في القاهرة النقل الواحده هيخليه غالي فلازم يتعمل خريطة أو توزيع للزراعات تبقى تلبي مراكز الاستهلاك تكون قريبة والوسطاء يمتنعون الوسيط بياخد من الفلاح ببلاش ويبيع للمستهلك عالي لازم نضمن للفلاح مكسب كويس وبالتالي ونضمن للمستهلك سلعة بسعر معقول وده مش متحقق طالما فيه وسطاء أربع أو خمس وسطاء بين السلعة من الغيط لغاية المستهلك كل ده بيأثر على القطاع المية كل ده بيأثر على القطاع المية لأن لازم تشجع الزراعة الزراعة نجحت المية هتنجع نخش على القطاع المية نفسه بقى لازم تأهيل الترع زي ما بيحصل الترع المجادة والمتعبة واللي لنهاية الترع ما بيصلهاش مية لازم تتأهيل الترع ولازم تشجع المبادرات بتاعت استخدام مياه تستخدم التكنولوجيات الجديدة في الزراعة مش كل أرض هينسبها الرأي بالتنقيط ومش كل أرض هينسبها الرأي بالرش ولا تحت سطحي كل أرض هيبقى لها نوع معين من الرأي بس يكون رأي رشي يعني ما نقولش لليه طبق بقى مثلا الرأي بالرش في الدلتة في المنوفية وكفر الشيخ مش هينفع بالرش في كفر الشيخ الطربة الثينية سودا ماينفعش فيها الكلام دي فلا بس على حدود الدلتة لازم نطبق الرش والطنقيط في جنوب مصر على حدود النيل شمال وشرق وغرب لازم نطبق القصص التقنيات دي لأن الأرض تصلح وبالتالي لازم تتطبق التقنيات للفلاح الفلاح برضو خلينا نقول ما نقولش الفلاح طبق لازم نتعامل تمويل مناسب للفلاح عشان يقدر يطبق التقنيات الزراعية فهي المنظومة متكاملة تبدأ من الفلاح نفسه تاني بالفلاح وقف تفتيت الملكية اعمل شركات تسويق بطريقة علىها كنترول وقواعد ويكون فيها شفافية طلع الوسطاء من القصة ادعم الفلاح واخد الدعم بعد الزراعة كل دي هتساعدهم ان يمتهنوا الزراعة من جديد لو امتهنوا الزراعة من جديد هنوفر المي زائد الشغل اللي بتعمله وزارة الراية دلوقتي في طبطين الترع والسيطرة على المقننات تبقى الزراعات ومنع الزراعات اللي بتسهلك ما يبدون طائل هو عائد اقتصادي هو في سؤال تاني بيتكلم بيقول يعني دلوقتي لو ان البلد مشت في مصار ان احنا مش بناخد اجراءات او بنتخذ حاجة زي كده هل هيكون بقى توزيع المية هيكون بقى نكتري بقى يعني يبقى فيه اجبار بقى على الاستهلاك المية وبالتالي مسلا بدل من المية تعتبر كسعر داخل مصر بيعتبر ارفص من الكهربا ممكن المية في الفترات تبديد الحكومة انك ليك حد معين ما بتستعملش غيره مسلا في الشهر او حالة زي كده مع نضرة الاستخدام مع نضرة مع نضرة المية القصة دي لازم من الاول نشوف الدول اللي جنبين بتعمل ايه اللي عندها فقر مائي او مش شحة او نضرة يعني مش فقر يعني المورد مطلق ش زي الاردن وزي البلد دي المية بتيجي يومين في الاسبوع في البيت بيملوا الخزانات ويستهلكوا بها الاسبوع خلصت بيستنى الاسبوع دي هو المورد الموجود هي توزع اما حتة اسعار المية فما فيش بلد في العالم بتبيع المية المية مش مسعارة يا جماعة ما فيش سقر المية المية ببلاش اللي انت بتدفعه تمن خدمة المية تمن توصيل المية لغاية البيت اللي هي الترمبات اللي بتشتغل ومحطة المعالجة اللي بتشتغل ومحطة الكلورة اللي بتشتغل والخطوط اللي بتنقل والموظفين اللي بيشتغلوا عليها فبيوصل سعر المتر مكلف كذا فهوما بيعملوا cost recovery ما بيكسبوش منها كل الدول بتخسر في الحتة دي مصر وغير مصر اللي هي مية الشرب مية ملهاش سعر اللي بيصعر الخدمة اللي هي تنقيتها ونقلها الرسوم بيسموه استرجاع من التكاليل فقط لغير اي شيء مع ندرة ندرة مورد ادارته تبقى للحالة لكن كحطة انه هيسعر او ما يسعرش لا مفيش المية في الدستور المية حرق فري المية بلاش بس هتدفع الخدمة خدمة المية يعني المية لو انت بعد كده هتزرع في مكان بيقيت جدا هتعمل خطة الانبيب الخطة الانبيب هتكلفه هتصرف عليه وبالتالي لو الدولة اللي عملتها هتاخد استرجاع التكلفة مش سعر المال طيب هل حصة مصر من نهر النيل سابتة يعني مع زيادة مسلا السكان نسبة التوزيع دي بتختلف ولا الحصة دي مسلا ان انت لك عدد معين ده العدد اللي انت بتاخده كل مرة حتى انزدت او مقصت العدد ده مش يعني هو ده بس اللي بيوصل حصة مصر مية النيل خمسة وخمسين ونصف مليار الخمسة وخمسين دولة سابتين وبيتوزعوا في الترعة بطريقة سابتة وبيصلوا للفلاحين بنفس القصة ومحطات المية محطوطة على الترعة بتاخد وبتوزع وبعدين بنرجع نهاية تانية استخدام من 12 ال 14 مليار من مية الصرف الزراعي وبنستخدم مية جوفية نزود وبنعمل تحلية كل دي موارد بنضيفها على الخمسة وخمسين مليار بس طول ما السكان بيزيدوا وانت بتحتاج ارض تانية تستصلحة عشان تزرع فبتحتاج مية كتير المية اصلا دي مش كافية المصر بتصرف تمانين مليار طول بتستهلكهم وبنستورد اكتر من عشرين مليار مية بنستورد قمح وزيت ولحم لحوم يعني الحاجات دي تلوحنا زرعناها في مصر كن نحتاجنا عشرين مليار زيادة فاحنا عندنا عجز اصلا عشرين مليار واكتر من عشرين مليار في الوقت الحالي فكل ما السكان تزيد استرادنا هزيد هو فيه سؤال بيقول هو سؤال حول مخزون المياه الجوفية هل درجة التلوث بها عالية حيث مثلا تصرب مياه الصرف ومياه الغير معالجة وهل استخدام المياه الجوفية زاد جدوى يعني هل المياه الجوفية لها ضر كبير كمورد ماء المصر عندنا عندنا في مصر اقول انا اتكلم على اكبر خزانين عندنا خزان الدلتا والوادي يعني تمشي كده تحت نهر النيل تاخد من يمين وشمال مثلا 20 كيلو في كل ناحية وتلاتين كيلو وتمشي وتطلع الدلتا تاخد 40 كيلو في كل ناحية وتقفل المسلس مع الخط التاني النيل ده ده تحته خزان جوفي اسمه خزان الدلتا والوادي الخزان ده خزان متصل مباشرة بالمياه السطحية لفوقه وبالتالي لو حد رمى اي حاجة في الترع بيلوس الخزان الجوفي ماء اتصار في الترمي في الترع بتنزل تلوث الخزان استخدمت نطرات زيادة واستخدمت زوت وفسفات زيادة في الارض ورويت والماء حصلها سي بيجي ونزلت تاني في الخزان بتلوثه فدي كل حاجات بتلوث الخزان اذا كانت تلوث في حدود مسموحة للاستخدام اللي انت هتستخدمه يعني اذا كانت هتزرع هتزرع مثلا شجر ولا هتزرع بعض النباتات اللي بتطقى بالنار او اذا كان فيه بكتاريا او خلافه او بعض الاشجار او بعض المحاصيل الاعلاف والكلام ده يعني في حدود معاياها ممكن تكون عالية شوية من التلوث ممكن تستخدمه لكن الماء في الخزان الجوفي في نقول عليه الخزان الحجر الرملي النوبي والخزانات التانية الماء عميقة فما بيتصلها للتلوث ماء بدون تلوث السؤال بيقول مقارنة ما بين نصيب الفرد قبل وبعد سد النهضة يعني نصيب الفرد الحالي ولو تم سد ده هل نصيب الفرد داخل مصر هيتأثر سد النهضة سد النهضة مفروض مالوش اي تأثيرات بعد التشغيل بعد التشغيل المستمر بعد التشغيل الدائم اذا تم الاتفاق على كل الدراسات اللي مصر مقدمها بتاع فترات الجفاف الطويل تأثيره هيكون من قليل لكن اذا ما تمش الاتفاق هي ممكن يكون فيه مشكلة بس هي مش مشكلة كبيرة بقدر استنزاق بعض منسوب بحارة ناصر لغاية ما ييجي سنوات تاني عالية الفيضان او وبالتالي نصيب الفرد قبل او بعد ممكن يتأثر بسيط في الوقت الحالي اذا تم الاتفاق زي ما الهوض المصر شغال ان شاء الله مش يتأثر باجزاق طفيفة هيكون تأثير زيادة عدد السكان اكتر بكتير يعني انا تكلمنا في الاول ان مصر بزيد 3 مليون في السنة 2 و 5 من 100 في 1 و 2 من 10 ده مصر بتزيد السنوي ومعادلة تراكمية فمثلا بعد 20 سنة احنا هنزيد اكتر مثلا من 30 مليون التلاتين مليون دول هيقللوا الحصة اصلا يعني انت هتبقى ربعمية فزيادة السكانية المتزايدة والمتلاحقة بتقلل نصيب الفرد اكتر من اي تأثيرات تانية اكتر من ان النيل في سنوات يكون الفيضان منخفض جدا او اكتر ان يكون النيل عالي فال55 مليار لو قلت جزء صغير على نصيب الفرد مش هتكون التأثير قوي زي تأثير زيادة السكانية هل مشكلة المياه في مصر تعتبر نتيجة سوء السياسات يعني نصيب على فترات او تجاهل ملف المياه المصري لفترة طويلة فترقمت علينا يعني المشاكل وكان المفروض مثلا ان احنا ننظر لجدها من زمان مثلا يعني البعض بيقول ان يعني مصر منذ عام 52 اتجهت للصناعة وده سبب مشكلة في الزراعة او تقليل في عدد الغرض الزراعية لا خالص خالص اللي بيستاشد من سنوات 52 ايه صارت على الفلاح غلطان مش عشان اي حاجة لازم نفهم ازاي الزراعة بدأت في مصر وبعدين ان نتكلم في كلمة كده المجال ده على فكرة هو شوية فيه سياسة واقتصاب اكتر منه فني مائي ولكن برضو هنتكلم فيه الجزء اه مصر زي ما حصل اه في خلال هنقول مش من اول سنة الف وتسعمية و الف وتسعمية وشو بعد بعد قصة الخدوة اسماعيل والديون لو نتكلم بقى تاريخ تاريخ بجد يعني واه اعطاء بعض الوساية وبعض الاتحاول من النظام الملتزم الى نظام الملك المطلق والمحتكر الوحيد لمحمد علي لو احنا نبدأ بقى الزراعة بالزبط عشان نقدر نتكلم ونوصل لنتيجة ما نكتزقش وناخد جزء ونتكلم عليه وناخد الاول كان فيه حاجة اسمها الملتزم اهم المماليك كانوا بيجوا عند كل شيخ بلد ويددولوا القرية كلها بس انت فقر السنة ريس تدينا شوية الضرايب والحاجات دي بعد كده محمد علي لقى ان القصة دي مش هتعمل انتاج زراعي زي ما بقولك دلوقتي نعمل نرجع كفتيت الملكية رجعها تاني لشركات مسامة فمحمد علي قال انا الملك الوحيد وعمل نظام الوسايا والكلام ده وبعد كده في نهاية الخدوة اسماعيل وبعد عباس كامل وبعد كده ابتدوا يدوا الفلاحين شوية يدوا العمد ومشاخ البلاد خمس فددين وعشر فددين ويخلوا الناس برضو بحق الانتفاع الفلاح بيشتغل بحق الانتفاع ماشي كل ده كان ايام الزراعات التقليدية ايام القطن والامح لكن بعد كده لما جي جمال عبدالناصر وام واخد الاخطائيات وامة السماع الفلاحين في بداية الفكرة كويسة لكن نيجي بقى من اول اتنل وخمسين اللي هنتكلم سياسيا اه كل المجالات حصل فيها دروب بعد الحربين حصل دروب حصل دروب في الصناع السياسة والاقتصاد والاااا والكهرباء والزراع والتعليم والنيل وكل كل شيء فما فيش حاجة اسم اه مفروض كنا نعمل سياسات وما عملناش لا ده كل المجالات كان مفروض يتعمل فيها حاجات ووصلت النتيجة اللي احنا فيها النتيجة وصلت ان في سنة 2012 او 2010 او 2011 بعد مشاكل اسيوبيا كانت بتستغل كل مشكلة فيها الشعب المصري وتعمل عن اعلام حاجة نيجي في 2011 نعمل عن تيبي نيجي في 2012 نحول مجرى نيجي في 2013 نبدأ الساد ومعتمدين على السياسة الامر الواقع القصة محتاجة مفاوضات ولازم تخلص مفاوضات ده جزء بتاع اسيوبيا والاهمال وكلام اما جوا البلد فالميا زي الصرف الصحي الميا زي الكهرباء الميا زي التعليم الميا زي البحث العلمي الميا زي الزراعة الميا زي الاقتصاد الميا زي الصناعة كلنا في الفترات الاخرانية من يام الحروب بسبب من سنة 66 للي يقول اقتصاد منصف احنا سنة 66 كان الميزان التجاري في صالح مصر اللي جاء الاخصاد من بعد 66 والحروب والانفتاح والقصة دي كل المجالات نزلت في مصر فما فيش مفروض كانت السياسات تغذت ولم تتخذ ولا ما فيش حد اهمل لا هو كل البلد حصل فيها مشاكل بسبب الحربين كناحية منصفة بالنسبة لل يعني هل الاتفاقيات الدولية اللي اللي بتنعقد مثلا ما بين مصر وما بين اسيوبيا او ما بين مصر ودول حقود النيل هل الاتفاقيات دي بتبقى ملزمة ولا يعني بتبقى يعني زي ما اقوله وتراضي ان ما فيش حاجة بتجبر اي دولة على الاتزام باي اتفاقية وكده لا 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 خالص 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 ما فيش حاجة اسمها فيه اتفاقيات فيه معادات وفيه اتفاقيات وفيه اتفاقيات مبادئ وكل اتفاقيات يعني مش بتاع قانون بس كل اتفاقيات لهم نوع من الحاجات اللي ممكن تكون ملزمة او غير ملزمة اتفاقيات تسعة وخمسين بين مصر والسودان مهم ملزمة في حقوق الواجبات وكل حاجة ما اتفاقيات الاتفاقيات 1902 مفروض تكون ملزمة الاسيوبيا اللي هي بتتبرق منها انها ما تعملش اي منشط على النيل طيب هل دكتور يعني مثلا الجانب الاسيوبي يعني ازا كانت مصر لا تعترض على بناء السد وتشغيله ليه المعترضين مثلا على فترة التشغيل يعني طب انا ممكن اسيبك وما يحصلش اي مشاكل بس يعني مثلا القصة القصة كلها سيدي لا تشغيل لا ملء مشكلة ولا تشغيل مشكلة المشكلة فيه ما يسمى بالجفاف الممتاد كل الدراسات قالت ان فيه مشكلة ما يسمى بالجفاف الممتاد بمعنى ان انت عملت انت خلاص البلد قدرت تستحمل فترات المال مصر قدرت والسودان قدرت والسودان مضرور عن مصر اللي كان بيقول ان السودان السفيد والسودان اكتر دولة تبقى مضرورة اذا اتفقنا ان يحصل ملء وتشغيل في خلال ثلاث سنين سليم وقدرنا نستحمل الملء وتشغيل وبعد كده المقنن بتاع المصر جيزي ما هو او قال لحاجة بسيطة بما لا تسبب ضرر ملموس زي ما القانون الدولي بيقول مش زي الاتفاقيات اللي بتقول نحن تبني بس ما تسببش ضرر ملموس او ضرر مؤسر وجاء حصل جفاف ممتد يعني ايه جفاف ممتد يعني قعد من 12 سنة او 15 سنة النيل ما بينزلش ما هي غير بسيطة جدا هنبدأ السايكل تاني هنبدأ نفس القصة اللي احنا بنعملها مال اول ومال اتاني ومال اتالك برضو هما مش راضيين يوافق على قصة الاجراءات اللي مصر تشارك بيها وقت الجفاف الممتد هي دي نقطة التفاقي والمشاركة في الادارة رغم ان اتفاقية المبادئ بتصر على ان يكون في مشاركة في الادارة او هي اباند من بنوت هو تعنت هل التغيرات المناخية ممكن تغير الخريطة المائية للمنطقة يعني مصر بقالها فترة بيحصلها امطار بشكل كبير عن ما كنا بنرى قبل ذلك فهل للتغيرات المناخية ممكن تلعب دور معنا في موضوع الموارد المائية المصرية هقول لي قولا واحدا يعني عشان برض التغيرات المناخية اخلت اكتر من حقها بالنسبة لي يعني من وجهة نظري ان التغيرات المناخية الملموسة على المدى الطويل بعد الاجيال بتاعتنا بكتير حتى بضمن الدراسات الموجودة حاليا مش في اجيالنا ولا الاجيال اللي بعدين ولا يمكن من فقارنا او اتنين تمام انت بتشوف دي حاجات كلها وقتية او سنوية فصلية ممكن سنة تيجي فيها امطار زيادة ممكن سنة تيجي فيها حر زيادة اللي هي الظروف المناخية الحادة بتحصل لكن ده مش تغير المناخية يعني مصر ما بقتش دولة مطيرة آآ تمام كده دكتور هو السئلة اللي موجودة عندي في في الشات كده انتهت فهل في حد عايز آآ يشارك يا جماعة معنا بمداخلة او حاجة او لو في اي سؤال او اي استفسار ممكن يبعته السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام اه اولا باشترك عليك يا دكتور على المحاضرة القيمة جدا والمعلومات آآ الهزيرة دي والله يا دكتور الواحد استفاد جدا منها آآ كان عندي سؤال يا دكتور بالنسبة للمدن الجديدة وآآ يعني ايه موقف الدراسات المائية منها المدن الجديدة اللي في آآ على حدود الدلتة والوادي مع كل المدن الجديدة عندنا على حدود الدلتة والوادي آآ لا اقصد مثلا زي مدينة العالمين الجديدة ومدينة آآ العاصمة الدراية الجديدة يعني آآ العالمين الجديدة هي هي قبل ما قبل ما رسى ما تروح صح قبل ما تروح يعني آآ آآ والنيل واصل لغاية العالمين تقريبا ميت النيل زاد ان العالمين الجديدة كلها هتاخد مية تحليل آآ تمام تمام العاصمة الادارية فيه برضو هتكون جزء الماء التحلية زائد انها يوصلها خط من النيل يعني يعني معظم المدن الجديدة اللي بتتعمل دلوقتي بتعتمد على التحلية. اه اه الجلالة ومطروح القديمة ومطروح الجديدة والعلمان والمدن وكل السواحل الشمالي كل المنتجعات كل ده مش يوصل له ماء اتنين. ده تحلية بس. طب هل في فرق ما بين مية التحلية ومية النيل مثلا ك كمية مثلا او كنسبة للفرض او كده? بص هو هو دلوقتي اه ما في يعني انا مش هستهلك مية التحلية اكتر مية انا بستهلك مية مية انا معرفش اصلي انا بفتح الحنفية. لكن المشكلة ان ما فيش سلوك رشيد في استخدام الماء. هي دي القصة. اي ان كان مية التحلية غالية طبعا على مية النيل. ولكن مية النيل اللي بتنقل الى مرسى مطروح او جنوب سينة. انا اعتقد لو اتحسب صح مع ضغق والكلام ده هتطلع ان مية التحلية ارخص. ارخص بس هي عالية بالنسبة للمستخدم. تمام تمام. نتفكر جدا يا دكتور ارخي. شكرا لحظة. الله يخليه. والفي بس سؤال هنعتبره ان شاء الله السؤال الاخير. لا تفضل فضل طيب تمام. احنا يعني هو السؤال بيقول يعني هذه اول مرة يعني اول مرة بالنسبة له ان هو يسمع ان المشاكل الداخلية اه ممكن تمثل عبق اكتر من الخارجي. يعني احنا دايما بنهتم بالمشاكل الخارجية. يعني دايما منظور الشعب كامل لسد النهضة وموراء سد النهضة. ما فيش توعية. فهل دور دور الاعلامي او دور الارقابات والجهات المسؤولة بكده مش مفهول انها تعمل التوعية بشكل كبير بحيث الناس تعرف المشكلة الكبيرة اللي موجودة داخل البلد. اه ما نبصش لمشاكل بسيطة مع الوقت مسلا ممكن تتحل لكن يعني فيه اخطار تانية يعني حضرتك بتقول ان اه مع اه المدة والسكان هيحصل اه عجز كبير جدا في المية فده يعني حتى لو المشكلة بتاعتنا دي مشيت فاحنا فيه مشكلة جيلنا جيلنا. يعني دي يعني ان كان سد النهضة ممكن يحصل اتفاق النهاردة او بعده لكن مشكلة السكان جايبة لنا بعد فترة عجز جايبة حاجة اكيدا. حاجة مش يعني شيء مش 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 ممكن نقدر نغطيه بسهولة. يعني هنجيب منين بقى ما المية بتاعتنا وصلة كاملة. هنرمي العبء بعلمين. تمام. اقول لحضرتك بالنسبة للتناقص نصيب الفرد بسبب عدد السكان. انا قلت لحضرتك سنة ستة وتمانين كان عدد سكان مصر خمسة وخمسين مليار. كان نصيب الفرد آآ الف متر مكاعد. ما كناش بنستورد امح. ما كناش بنستورد الحوض. كانت بسيطة جدا. كان يعني استراض الدواجن ده كان لسه في بدايته كمان بسيط. فما كناش بنستورد لكن كيات الماء مكفيانة. لا كان حصل سد نهضة ولا كان حصل اي حاجة. احنا النهاردة بنستورد باكتر من اشرين مليار متر مكاعد مية. بنستوردهم. بنستورد قمح. وبنستورد آآ زيوت. وبنستورد لحوم. اللي لو احنا عملناهم في مصر انتاجناهم في مصر. هنبقى محتاجين اشرين مليار متر مكاعد. كنقدي تأسير سد النهضة اربع خمس مرات. فهي المعادلة السكانية وتفتت الارض الزراعية وانصراف الناس عن الزراعة. وان الزراعة بعدش مهنة مهمة. مهمة. ده كلها بسبب يعني دي اسباب بقى يعني اسباب مجتمعية واطفصادية وحاجات كتير. تراك متل غاية ما وصلتنا الراضي اللي احنا فيه. وطبعا لو لو هي زادت بنفس الشكل بدون اجراءات قوية. هتبقى المشكلة اكبر بكتير. فيه دراسة فيه دراسة امريكية اه منشورة كان البنتاجون عملها سنة سنة الفين واه اعتقد الفين وتمانية الفين وتسعة ان عامل توقع للحروب المستقبلية وان عدد سكان مصر هيوصل لمئتين مليون سنة اه مية وستين مليون سنة الفين اتنين واربعين وان عدد اسيوبيا هيوصل اه نفس القصة وانه يحصل عندهم هما الاتنين مشكلة وانه نص سكان او اربعين في المية من سكان مصر ييموت يعني يهاجر اصلا يعني لازم هيكون في حل بسبب عدم كفاية الموارد ونفس القصة الاسيوبيا فدي دراسات كده من اللي اسمها دراسات المستقبليات يعني. اه هل دور المشرع او او القانون هو هو اللازم ان يكون يعني هو اللي يعتخز الاجراءات الاولى ويحاول يمشي وراها ويعني يكون في جهة مختصة بهذا الملف ام ان الامر الاساسي اه التوعية هي اساسه او يعني خطة المواجهة تكون التوعية ولا المشرع هو اللازم ان يسن قوانين ويحاول يوضع خطة ونظام ويجبر الباقي ان هو يمشي على نفس السياق ده. اه شوف هما كله كله مرتبط ببعضه. يعني هو كلها زي حتى لو انت شوف الاستراتيجية اللي انت على فكرة من من الفين واتناشر او نقول من الفين وتلاتاشر ابتدينا نسمع المية في مصر وبتدى الناس بتقول ما يتكلموا وبتدى الفلاحية عرفوا وبتدى المواطنين يقولوا عن المية وبتدى وابتدوا يمنعوا الرشل المية في الشوارع والقصص دي كلها بتغلق والمية بتاعة البيت بتدت تغلب. ما دي كلها اجراءات على فكرة. يعني ان انت ترفع تاخد سعر التكلفة الكسترة كبري كامل بدل ما تاخد منه عشرين في المية وتبقى على حساب المواطن ما بيعرف امت المية. الاجراءات لازم تكون في قوانين. وفي تشريعات اه قانون يعني باللوايح بتاعته كتشريع. وفي تطبيق وفي مرأب التطبيق وفي اقاب. وفي التوعية. الاستراتيجية ايما على كده اللي هم بيطبقها حاليا وبطانوا من خلالها الترع وبيحاول يعملوا نظم ريالة حديثة. في البلد. ولها مزانيات. كل القوانين عشان تطبقها وتطبق الاستراتيجية بتاعتك محتاج مزانيات ضخمة. وبرضه محتاج اه الوعي بتاع الفلاح. بس اه المشكلة انا مشكلة انا الفلاح مش موجود. الفلاح كله بارتايم دلوقتي. مفيش فلاح فلاح. يعني اه قليل قوي. الفلاحين الفلاحين اللي هم المستثمرين. اللي خدوا ارض كبيرة ومش فلاح. لكن الفلاح اللي هو يمثل تمانين في المية من من ارض مصر. مازالوا يمتلكونها ايام تالكونها. هم دلوقتي هم اه كل قد عنده فدان نص فدان ابنه شغال في الضرائب ولا ابنه شغال مدرس. وبيرجي اخر النهار يشتغل. ده مش فلاح. دي مش فلاحة. دي تخسر. والضائل مع الفاضي. تمام اه كده شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور على المحاضرة النهاردة. هو بس اه اتفضل بشمانة السعادل? السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الفعل في دكتور اه اه واحنا نتمنى ان حدقت يعني تستمر معنا في محاضرات اخرى بازن الله يعني. ان شاء الله يا دكتور. اه لكن في سؤال حضرتك بالنسبة للمشروع القومي. المشروع القومي اللي هو الضخم اللي انا سعيد به شخصيا جدا. انا تعاملت مع وزارة الراي فيه مشروعات كثيرة. والحمد لله سحرات ضخمة يعني نفذناها. وهويس الكيلو مية على سرعة النبالية برضو الحمد لله شرفت بان انا اكون مشارك في تنفيزه. اه ولكن بالنسبة للمشروع القومي الكبير اللي هو بتاع التبطيل الترع. هل تم حساب يعني عمل حساب الكراكس اللي هي يعني هتحصل بالتاني ومعظم التبطيل انا شايفه اه خرصان عادية او بتسليح خفيق في بعض الاماكن. فطبعا لو حصل كراك يبقى الغرض اللي انا عامله من اجل عدم تسريب المية تصربها في طربك هيحصل يبقى يعني ايه هنا الجدوى. اه اه اقول لحضرتك انا 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 او اه اقول لحضرتك القصة دي. طبعا هو مفروض ينفذ التبطين بطرق هندسية سليمة. انا سيفل انجينير في الاساس يعني. فلازم ينفذ بطرق هندسية بسيطة. الترع الصغيرة اللي فيها دابشو. اه طمان. الترع الصغيرة قطاع صغير قوي. فيه دابشو وفيه خرسانة عبية. اعتقد هم حزبنا. اه. هو لو مهندس سيناك ومكتب استشاري وبيعمل. اعتقد عمره ما هيحط حاجة وعارف انها يحصل كراب. او الدمك على الجنبين مش مظبوط. او 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 الاخر. يعني فهو مفروض حزبين. لان حضرتك عارف ان الكيلو متر الواحد بيكلف تلاتة مليون من الترع الصغيرة خالص. انت تعرف ان عادة اه طول القنوات المائية. على الاقل كنا ممكن ادي ايه? مصر فيها خمسة وخمسين الف كيلو قنوات مائية. اه رقم ضخم. ضخم انت عشان تتكلم فيه لو شرت النيل بفروعه بالترع والرياحات بالترع الرئاسية وبصت على الباقي هتليم حم مسر اتنين وتلاتين تلاتين وتلاتين الف كيلو. ده غير المصارف. فانت دلوقتي هم هم بيبطنوا سبعة تلاف كيلو اللي هم كمرحلة اولى اللي هم حاجة اسمها الترع المجهدة. الترع المجهدة دي ترع مش بتشعرف لها قطاع. زي ما بيقولوا سيحة نايحة. تلاقي حطة واسعة قوي. اه. حتى الناس قفلينها. وما بتوصلش المية للزمان في الاخر. دي اسمها ترع مجهدة. هو شغالين على الترع المجهدة. اشنا خايفة دكتور. خايفة من حاجة. الاولا الكراكس اللي هتحصل اه في اه المباني الزراعات اللي هي النباتات المائية هتخرج بالا بالطبع من هذي الشروخ. وهتم لبرضو الترعها نباتات ثاني. وهاجي بقى طهر. لو جيت طهر النباتات الحفارة هيكسر الخرصانة العادية وهو بطهر. لا ما هو بص. يعني. زي ما حضرتك بتقول آآ بشمان سعادل. انا 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 مش في في مصر ولا يعني آآ انا بقى اسمعه وبقى اتكلم مع زملائي وكده. هم قصة السبتي والديورابيلتي والقصص اللي هي مفروض تتم في في نوع الخرصانة والطابتين والكلام ده بيقولوا هم حاسبينها. وهما مهندسين واحنا ما بنقولش انهم يعني. لا هم حاسبينها هو بيتابعوا. حتة جزور الجزور. ده انا مش بكلم انا بكلم من. ما انا اكمل حضرتك. اهو. جزور الاشجار او الجزر نفسه احنا عارفين ان الكفور وبعض الاشجار اللي بتزرع حتى لو على بعض 20 تهتين متر هي بتجري عند المية وممكن تكسر الجزء زي ما بيحصل في اماكن كتير. فهما هم عملوا ازاء لكل الاشجار اللي حوالين الترع. اللي انا شايفوا انهم عملوا ازاء يعني نزلوا مثلا في المنوفية والغربية. كل الترع شالوا من حوالها الاشجار لعشرين متر. اه تمام. ده افضل نظر على الاشجار. في في احيانا النباتات الصغيرة حتى اه يعني او والحشائش والغاب والغاب بالزال بيبقى قوي جدا وبيطلع من ما بين الشروخ الخرصانة اه علاوة على ان بقى ايه الالآ ايه اه 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 تتراش قبل ما يصبوا ايصبوا انا السوت مش سما خلص باش وان صاري. هو فعلا سوت اه مش واضح. لا انا مش سامع دلوقتي خالص. يعني هو خلاص صوته راحة. هو غالبا حصل مشكلة في النت. ممكن نت اه. حالو? على لسه تفندم الخط قطع. حالو? لا ولا همك. حالو? ايوة معك معك تفضل. حالو? تفضل. تفضل معك. انا اسس تفندم الان. حالو? دكتور اسامة حضرتك سمعني? احنا سمعين حضرتك دلوقتي. ايوة تماما فانا بتكلم مش بتكلم كان هما فكروا. اكيد هما ناس الفضل طبعا المنخي اللي يكونوا فكروا في الحاجات دي. انا خايف يكون مناعتهم التكلفة ان هما ينفذوا الحاجات دية. ويحصل برضو دامج لخلاصانة. يبقى انا برضو يعني صرفت الاموال دي كلها. وحصل اه. هو بص اقول لحضرتك يا شمان ساعدة. هو كلنا كده بنفس القصة. لازم نتخوف من تنفيذ اي حاجة في اه بسابق سابق الخبرات والخبرة الطويلة وعارفيني ان ازاي بتنفذ الحاجات دي في مصر. ولكن اللي انا شايفه ان ان ما ينفذ حاليا هي ترع صغيرة جدا مجهدة. ترع صغيرة جدا مجهدة. يعني ترع انت عارف يعني انا في قريتنا الترع دي في النهاية عبارة عن حاجة متر ونص. في عمق متر. اه. بس اه يعني انا متقل يعني لو حط فيها هي هي زي ما قلت حضرتك. الصيانة المستمرة دي محتاجة شغل كتير. ان يكون في صيانة. وازاي تعمل تنظيم بدون استخدام معدات حدة او معدات تقيلة. اهو ده يبقى تحدي. انا من وجهة نظر انا ما اعرفش انا مش معاهم بصراحة. ومش عارف حالينها ازاي يعني. هلا يبقى بعد كده. اه. يبقى في تحدي في الصيانة المستمرة للخرصانات. عشان الكركات العادية مش هتنفع. مش هتشتغل فيها. تماما. لأ اه متشكر جدا على حسن تمام حضرتك. وعلى العلم النافع والغذير اللي حضرتك يعني مدتنا به. وبنسك للحضرتك شكر الجزيز يعني. تسلم تسلم تسلم. الله خبر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كده شكرا جزيلا لحضرتك على المحضرة. وفعلا يعني احنا بنشكر حضرتك على ساعة الصدر. والحمد لله يعني احنا جميعا استفدنا واضفت حضرتك لنا النهاردة يعني بعض المصطلحات اللي عرفناها بعض المشاكل. الميديا والميديا شغالة بعناوين قوية وبعدين يعني فق الأولويات ده مفروض الناس كلها تفكر ايه الأولويات المشاكل عندنا مشاكل رهيبة جدا في خطاع المية من من سنين طويلة. منها بن محمد علي. احنا ما زلنا بنزرع زي الفلاح اللي كان بيزرع على جدران المقابر. البقرة وشد المحرات. شدنا المحرات وجبنا جرار بالبقرة. بس لكن هي نفس القمح ونفس ما لا بنفكر في اقتصادات الزراعة ولا بنفكر نطور الزراعة ولا حاجة خالي الزراعة نوت. اخر مرشد زراعي طلع معاش سنة الفين وتسعتاشر. هو كان متعين اللي كانوا مواليد سنة تسعة وخمسين. دول اخر مرشد زراعي في مصر خلص. مفيش بلد زراعية يعني تلاتين كان بالزبط خمسة خمسين في المية من سكانها بيعتمدوا على الزراعة كمصدر داخله رغم النوع ضعيف وما تعمل لهمش مرشدين. فالمرشد الزراعي بس مش مرشد الزراعي بتاع اروي الام حوامل لا احنا عاوزين مرشد زراعي زراعات مقاية. زراعات ضد الجاذبية. زراعات مع الجاذبية. زراعات صوب. لا عاوزين مرشد زراعي ده. عاوزين مرشد زراعي اللي بالمفهوم الحديث. مش مش القديم. بس عاوزينه. وعاوزين حقول تتعامل حقول تجربية عند كل قرية. كل الفلاحين تشوف الدنيا ماشية ازاي وبازاي ان تجو جامد او قوي. فدي لازم ترجع القصص دي. وزارة الزراعة لازم تشتغل عليه. خالص. خالص. الفلاح هو الاساس اصلا سناه. يعني هي القصة كل دول العالم بتدعم الفلاح. ما في دولة في العالم غير ما بتدعم الفلاح. لان هو بيمثل الامن الغذائي والذات الامن العام. ليه. فكل دول العالم بتدعم الفلاح. لازم الفلاح يرجع يكون يكون فلاح بجد. وبالتالي مش يرجع يكون فلاح غير ما يكون حاجة مرباحة. يعني مش تغل فلاح.